في البداية هبدأ مع حضرتك يا أستاذ محمد وإحنا بنتكلم عن قطاع التعليم هو قطاع مهم جدا قطاع كمان بيؤثر بشكل مباشر في الإنسان وإحنا بنتكلم عن هذا القطاع تحديدا إيه اللي حصل في جنوب سيناء في التعليم تحديدا الحمد لله يعني جنوب السيناء بتسير بخطة سابقة بتنفذ خطة الدولة المصرية 2030 في قطاع التعليم سواء بتطبيق المناهج الجديدة اللي بدأناها من خمس سنوات وصلنا إلى الصف الخامس هذا العام أو في نظام تطوير امتحانات السنوات العامة ودعوشين بخطة سابقة من كل الاتجاهات من زوية التطبيق العامل لداخل الميدان أو من البنية التحتية المناسبة سواء للسنوات العامة أو المماني اللي بيطبق فيها النظام الجديد المنهج القائم على تنمية المهارات الحياتية للطف وبناء الشخصية المتكملة اللي بتمد من خلال المنهج ده بيمده مجموعة من المعارف المتكملة اللي جانب أيضا بيهتم بزوية اللي هي بناء شخصية قوية تستطيع أنها تعتمد على نفسها تقدر تفكر متحفظ ده اللي وصلنا ليه السنة دي للصف الخامس وكان ليه مردود أثر طيب لأن المنهج بيعتمد أصلا على مرصة الأنشطة من جميع زواياها حسب رغبات الطلاب ومعد إعداد يتفق مع المعايير العالمية الحمد لله يعني خطعنا شهود كبير فيه لجانب ملف التعليم بيحظة باهتمام جيد وعلى أوليوات ست المحافظ اللي هو أخلت فودة محافظ جنوب سيناء وبيدعموا دعم متميز ويمكن حضرتك وأطلق مبادرة لتعريف طلاب مدارس جنوب سيناء بإنجازات الدولة المصرية بالمشروعات القومية من 2014 حتى يومنا هذا